أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أصول إجمالية عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان منذ انطلاقها إلى 78 مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف واربعمائة وأربع واربعين خدمة وخلال الأيام الأربع الماضية قدمت المبادرة ستة ملايين وثمانمائة واثنين وستين ألف وستمائة وثلاثين وثلاثين خدمة حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة عشرة ألاف ومئة واثنة عشرة مستفيدة وذلك عبر مائة واثنتين وتسعين خدمة ونشاطا كما تم توزيع طن ونصف من اللحوم علاوة على ثماني قوافل مجتمعية شاملة استفاد منها ثلاثة ألاف وخمسمائة وأربعة وستون مواطنا ومئة وسبع ندوات توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات